السلام عليكم موضوعنا عن التطبيع مع الإسرائيل طبعاً إحنا على حسب ما سمعنا وحكومات نشرحوا لنا ولا هم فهموا التعاون السياسي والاقتصادي لكن هل فعلاً من ناحياتهم هم نفس الشيء؟ طبعاً أكيد لا أول شيء بالنسبة للتطبيع اللي هم يستهدفونه مو بس الحكومات لا لا الهدفهم أكبر من شذي يا جماعة هدفهم إحنا يبون التطبيع من رضاً من الشعوب وهي شيء المستحيل لحن في الدول سواء من تحت الطاولة أو علنا التطبيع مع إسرائيل من سنين ولكن ما قدروا أن يساوون التطبيع بين الشعوب يدمجون وحين قاعدين يساوون حملة التجمع والتعاون الديني باسم الحملة الواديان الإبراهيمية يسمونه مهما فهي طبعاً أخطاء ويحاولون أن يساوون غسيل مخ حق البعض لأن البعض لا يرجع إلى القرآن الكريم والحاديث الصحيحة قالوا تعالى ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين هاي أديان فيهم شرك شرنا بأن إبراهيم خليل الله كان من المشركين استغفر الله ثم استغفر الله لكنه ما هداف وراء ذي شيء مو بلنا يبون فعلاً تجمع الديني والسلام لا 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 هدف الأساسي ركزه معاي مسار الإبراهيمي شون مسار الإبراهيمي شون الدول ذرين وين الدول يعني من مسقط رأس نبينا إبراهيم هم بحجة ذي شيء يبون يساوون توسع في شرق الأوسط ومن ظن دول سوا بحث سوا بحث وما عاش الدول بتشوفون الدول اللي قاعدين يتعاونون إياهم صديقة مع إسرائيل والدول اللي طبعاً من ضمن الدول المستهدفة والاستهدفة ويعني من ضمنهم العراق وكذا وكذا بتشوفون ذي شيء وتأكدوا حملة الشذوذ حملة التجمع الديني أو التعاون الديني أو التوحيد الديني كلهم الهدف الأساسي شنو؟ التوسع في الشرق الأوسط هاي الهدف الأساسي بالنسبة لهم ما في شيء اسمه تطبيع قصدهم السيطرة السياسية اللي هما توسع في الشرق الأوسط وشنو؟ من ناحية الاقتصادية اللي احنا اعتقدنا أنه بتعاونون وإحنا بنشتفيد من الاقتصاد وأخرى تأكد شوفوا اللي واضح السيطرة الاقتصادية بنك المركزي الدولي حق مين؟ وفي وين؟ بس وبتعرفون خلاص وبتعرفون السالفة كل شيء واضح ترى بس يبيننا حنين ونتعي ساعة العاطفة تغلب عننا علينا قضية الفلسطينية يا جماعة مون قضية الفلسطينيين هاي قضية المسلمين وراح تكلم عن حلقة خاصة عن ذي الموضوع الله ما بينصرنا إلا إذا احنا توحدنا يا جماعة ما يصير أمتي أمتي 20 ألف طائفة 20 ألف حزب 20 ألف جمعية ولا كل هذي يعني يقذف إذن في الثاني بدل ما احنا نتوحد ونشوف نواجه أعداءنا الحقيقيين شوف الحملات شوف الفيديوهات قاعد نركز على عيوبنا وناسين احنا أعداءنا وهم قاعد يخططون لنا المسار الإبراهيمي تذكروا ذي الكلام يا جماعة كلام واضح وتشوفون يبون الشخص بدون هوية انت لا ذكر ولا أنثى الشخص بدون هوية الدولة أي دولة عبارة نفس الشي يبون يون شذي يبون في عقولنا وهي من حقنا هاي تاريخ نعم هاي المناطق اللي تبع اليهود وكذا نعم يبون يون بهالطريقة مسار الإبراهيمي راكزا وبيون أول شي بطريقة الأديان وبعدين بيشيلون الهوية وبعدين الانسان أي شي عنده عادي اللي يبون باختصار يشيلون الوطنية الوطنية التعلق بشنو من الوطنية التقوية كل ما واحد انه ديانت تعلق برب العالم بدينه أقوى بتشوف وطنيتي أكثر ما عليك من العلاميا اللي يطلع يقول وطني وطني لا ما عنده إيمان كفار يعني شفت هاي الفايكنز كان يعبدون أشي يأمنون بأشي وشوف هاي الشي كان يعطيهم دافع شون يدفعون عن وطنهم فما بالكم يا جماعة احنا دينا الحق عندنا فهم الأساس يبون تطبيع الشنو الشعوب وهي شي لا قدروا ولا بيقدرون ولأن الرب العالمين أساسا ما ذكر ذي الشي بالتوسع ذكرنا هو بيجمعهم هنا وبأمر الساعة وبينصرنا يوم إليه ترجعون يوم لحنا نرجع الرب العالمين كل ما احنا بعيدين وقاعدين طيف بعضنا بعض ما رح ينصرنا لذا نصرنا هاي فيها فتنة يا جماعة فاحذروا من ذي الأمور يا جماعة هاي الأمور تخطيط كبير هدفهم الأساسي شنو ما عليكم هاي تجمع الأديان شنو تجمع الأديان كرر دائما يا جماعة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين خليل الله هل يعقل أن يكون من المشركين يا جماعة شوفوا شون يلعبون في عقولنا هاي شي ما يجوز ولكن يحاولون احذروا أن يستخدمون البهايم إلا عندنا البعض نفس ذي اللي راحوا شالوا علامة إسرائيل هناك يوزعون حلوة وراحوا المعبد زلنا هند علاقات مع كل الدول قد مرة رحتوا شيرتوا العلامة قد مرة رحتوا وسويت شي ما معنى مع إسرائيل شوفوا هم عارفين نفي بهايم ولكن الحمد لله ثم الحمد لله والعربية والمسلمة فيها رجال وفيهم ناس مخلصين وأوفياء لدينهم والأوطانهم والله ينصرنا جميعا ترجمة نانسي قنقر